عاد إليكم من جديد إزئيكم يا شباب المستقبل عاملين إيه بنكمل برضو في أسبوع الأسئلة الأسئلة بتاعتكم اللي جات على البوست بتاع الكوميانيتي على يوتيوب تحكي أنت عمد لايك ومشارك في القناة ومفعل التنبيهات عشان تجريك الحلقة اللي جاية أول بولة وأنا عامل نفسي إن أنا بصور في يوم تاني يعني إيه مولتلكوش في الويديو اللي فات إن أنا بصور في نفس اليوم فخلينا كده ناخد الأسئلة بتاعتكم في سؤال من عبد الرحمن في سؤال من عبد الرحمن بادارة بيقول إزاي بتعمل تعديل للصوت علشان يطلع بالطريقة دي وعاش جدا عن المحتوى بتاعك تسلم يا عبد طيب هو أول حاجة لازم تركز عليها إن أنت تكون عارف المايك بتاعك بيشتغل إزاي يعني مثلا ده مايك بوية أحسن جودة تاخدها من المايك ده لما بيكون قريب من بقك تمام فعشان كده دايما تلاقيه مش بوك في حاجة زي كده عشان مثلا تحطه قدامك المايك اللي وراء ده ده مايك بوية برضو ولكنه شوتجن تمام يعني إيه شوتجن يعني بياخد الصوت اللي جاي من قدامه هنا كده فما يفعش مثلا أحطه وأنا بصور بالعكس كده وأقول الكلام اللي أنا عايزه عايز أطلع منه جودة كويسة زائد إن المايك ده أحسن جودة تطلع منه وإنت حطه قريب من بقك عشان كده هتلاقيني دايما بستخدمه في أي حاجة بتتصور على المكتب والحاجات دي بتبان فيه قناة الجيمينج فلو أنت عايز تسمع كواليتي صوت فضيعة من المايك ده تشوفها طبعا على قناة الجيمينج الحاجة التانية اللي أنا بعملها علشان الصوت يطلع جودته كويسة هو أن أنا بعدل على الصوت ده على برنامج أداسيتي ويمكن أنا أقل واحد بعمل إدت على الصوت يعني أنا مثلا الحتة اللي أنت شايفها دي أنا الحاجة الوحيدة اللي بعملها هو أن أنا بلقط النويز زي ما أنت مشايف وبعد كده بعمم النويز دي كلها على الفيديو فبالتالي الفيديو خلاص أو الصوت خلاص ما بقاش فيه نويز بعد كده بأمبلفاي الصوت بتاعي يعني بعلي المستوى بتاعه نوعا ما علشان يكون الصوت عالي وبعد كده خلاص هو ده الصوت اللي أنت بتسمعه بالوقت فبس ما فيش حاجة كريبي خلاص بعملها هي بس حاجات بسيطة الناس بها بتخش في والنورماليزيشن وبتزود قوي في الإدت أنا ما بعملش الحاجات دي بصراحة لأن أنا حاولت أعملها أكتر من مرة وفشلت فيها محمد حسني بيقول يا ريت تشرح لنا طريقة مذاكرتك في السنوية في عجالة طيب أنا في السنوية ما كنتش بعمل حاجة خالص غير أن أنا بذاكر كانش معي سمارتفون أنا كنت في السنوية من حوالي ست سنين فبالتالي ما كانش معي سمارتفون السمارتفون زي أصلا ساعتها كانت غالية جدا وكانت شحيحة يعني فبالتالي ما كانش معي سمارتفون كانت متعتي كلها تقريبا في الراديو وكنت بذاكر بالليل يعني كنت بصهر على المذاكر فاكر أن أنا قبل فترة الامتحانات دايما كنت بذاكر قبل الدرس يعني باجي رايح درس مثلا عارف أن المدرس يسألني في الحاجة الفلانية أو المدرس مثلا ليه هو مورك معين يتعمل فبالتالي كنت بخلص الحاجات بتاعت المدرس وبعد كده روح الدرس أكون مركز جدا جدا في الدرس اللي بيتقل ده علشان لما أجي أذاكر الكلام اللي هو بيقوله أكون محضره كويس في بعض المواد كنت بذاكرها أول باول وفي مواد تانية لأ فبالتالي ما قدرش أقول لك أن أنا كان لياه سيستم معين كده في المذاكره بس فاكر أن أنا كنت بذاكر كتير وجد فترة الامتحانات بقى كنت يعني هي كانت مذاكره صالة أكل نوم مذاكره صالة أكل نوم بس عبد الرحمن محمد بيقول أني يفسد قناة تكبر فسؤالي القناة تكبر إزاي مع أن المحتوى مميز جدا لكن ما فيش إقبال على القناة بشكل جيد يعني زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت أن اللايك مهم جدا تمام الناس مش عارفة مدى أهمية اللايك ده إيه فاللايك هو الحاجة الوحيدة اللي تقدر أنت تقدمها كمتفرج على الفيديو اللي أنت بتتفرج عليه وبالتالي يعني أحد هتساعد في انتشار الفيديو ده أكتر طبعا الشير بيفرق كتير جدا يعني لو أنت أخدت الفيديو ده عندك صاحب مثلا مهتم جدا بالتاريخ فبتؤدي له الفيديو مثلا أو حد صاحبك مهتم بالكتب فبتؤدي له القناة مثلا تقول له تابع القناة دي فده بيكون شير رايح في مكانه الصحيح يعني فهي دي الحاجة اللي بتكبر القناة ولكن والله أنا كصانع محتوى بعمل اللي علاية بعمل محتوى نظيف بعمل محتوى يليق بالشخص اللي بيتفرج فيه معلومات قوية جدا فيه كل حاجة أنت عايزها فبالتالي دي الحاجة اللي أنا أقدر أعملها وبعملها الحمد لله هلال إزا قدرت تستحمل اليوتيوب مع إلة الدعم جاوبنا برضو على السؤال ده في الحلقة اللي فاتت وقلت يوتيوب بيجي له لقطة كده معينة ويوم معين كده هو ده بيكون اليوم اللي انت بتوينت فيرل فيه أو انت بتجو فيرل فيه فبالتالي أنا مستني اليوم ده وإن شاء الله اليوم ده هيجي وأتمنى أن الناس اللي بتتفرج على الحلقة دي النهية تدعم أو الناس بتتفرج على الفيديو ده تدعم القناة بشير بلايك للفيديو بسبسكرايب لو أنت مش عام سبسكرايب بتفعيل تنبيهات لو أنت مش فعل تنبيهات لأن هذه الحاجات اللي بتساعد أي صناعة محتوى يعني فلوس أن أنا بحب الموضوع ده يعني بدلت مستمر علشان أنا بحب الموضوع ده إنما لو أنا مش بحب الموضوع ده صدقني كان زوني مبطل من سنة يعني من أول سنة بدأت فيها رشح ليوتيوبرز جمديين أتابعهم ويكونوا عرب يا الحسن عبد الحميد إن شاء الله هيكون فيه فيديو عن الموضوع ده يعني هلملك الأحسن يوتيوبرز عرب أنا بتابعهم في كل جانيرا أو كل كاتيجوري من الموضوع نور ثلاث وحيد والسؤال اللي بعدين برضو من نور ثلاث وحيد ما جربتش تخش كلها عسكرية فنية يعني ما جربتش تخش كلها عسكرية لا خالص يعني أنا أظن أن نظري أو على حسن ما أنا فاكر نظري في السنوية ما كانش زي دلوقتي كان كويس وكان مجموعي أهلني إن أنا أخش أو إن أنا أقدم يعني في كلية كلية حربية بقى كلية شرطة حاجة زي كده فأنا ساعتها ما فكرتش خالص كنتش عايز أتعلق بحاجة ده كان الهدف يعني أنا كنت جايب 8-8% السنة بتاعتي كانت نسبة نجاح فيه وليلة جدا جدا فبالتالي كنا متعلقين جدا جدا فإن إحنا نعرف التنسيق بتاعنا هيجبنا ازاي أنا وقتها ما كنتش مركز خالص وما كنتش عايز حاجة أستناها وأفضل متعلق بها إن هي تجيلي ومتعشم أو إن هي تجيلي لأن ما كنتش هستحمل الضغط النفسي ده ده رقم واحد رقم اثنين أنا ما بحبش أكون شغال في منظومة أنا فيها فرد واحد فهمي؟ اللي هو فرد غير مؤثر برضو لا أنا أحب إن أكون شغال لوحدي شغال قادر إن أنا أعمل الحاجة اللي أنا عايزها أنتج الحاجة اللي أنا عايزها أقول الحاجة اللي أنا عايزها فأظن إن أنا كده مرتاح أكتر ومين أكتر كاتب أو كاتبة وروائي أو روائية بتحبه؟ وفاكر أول عمل قراءته كان إيه والمين؟ أول عمل قراءته تقريباً كانت رواية هبتة مش فاكر برضو والله الرواية كانت حلوة أو وحشة فما قدرش أفيدك في الموضوع ده مين أكتر كاتب بتحبه؟ والله مؤخراً ممسكتش لكاتب كده أعمال كتير وقرأته هؤلاء يمكن الوحيد اللي عملت معها حاجة زي كده كان دكتور رحمة خالد توفيق اللي هو قرأت له شاقديب وما فيه مور الفيران ويوتوبيا وهقرأ إن شاء الله مثل إيكاروس لسا جيالي قريباً من فترة يعني فبالتالي مقدرش أقول لك كاتب معين كده أنا حبيته جداً 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 بس يمكن من الكتاب اللي أنا قرأت له مع عمل واحد ونفسي أشتري له كل أعمال وهو سنان أنتون ويمكن عندي هنا رواية فهرس ليه كنت عملت ريفيو برضو الرواية بتاعته الوحيدة اللي أنا قرأتها هو هي رواية اسمها إيه؟ اسمها إيه؟ يا مريم كيف كانت بدايتك في اليوتيوب؟ بص كده شايف الفيديو ده؟ هي دي كانت بداية دي في اليوتيوب بالزبط أصد يعني إيه؟ إن هي كانت بداية مشتتة جداً غير مبنية على أي أساس واضح وغير مبنية على أي دراسة وهو يلا أنا هعمل فيديو يلا فهم؟ اسرق ياسر إزاي بتنظم وقتك؟ وهو أنا ما بعرفش نظم وقتي لأن أنا شايف برضو النحوار تنظيم الوقت في الفترة الأخيرة يعني اللي هو إيه حط تاسكس كتير ونظم أنا في الساعة كذا للساعة كذا هعمل كذا ومضوع ده ما بينفعش خالص خالص وجربت أكتر من مرة ويمكن كنت فشل فيه فشل زريع يعني فمالتالي مش شايف إن دي حاجة ممكنة لأن الظروف كتير يعني ممكن يحصل أي ظرف في أي يوم يعني مثلاً كان عندي امتحان اونلاين من كام يوم وكانت ساعة عشر الصبح عمي توفاه الله ربنا يرحمه ودعوله بالرحمة توفاه الله الساعة عشر الصبح أو يمكن الساعة تسعة فدلوقتي كان فيه حالة وفاة وفيه امتحان ما ينفعش يتأخر وفيه يعني لو حاجة تانية بسيطة أن أنا مثلاً هكرا تزي في القراءة ده حالة وفاة دي مهمة جداً ولكن يعني فضلت قاعد مستني هما طيب هيدفنوا العصر ولا هيدفنوا الظهر واليوم كله تشقلب بسبب ضرف واحد بس فبالتالي ماينفعش نقول إن فيه حاجة اسمها تنظيم وقت بشكل كامل ولكن ممكن نحط ديدلاين يعني ديدلاين ويكون برضو منطقي اللي هو مثلاً إيه أنا النهاردة أنا هكرا عشر صفحات من الرواية الفلانية بس ده ديدلاين وده منطقي كان أكتر كان بها كان أعال لا ماينفعش لازم أخلص العشر صفحات هي ده أو ده الأسلوب اللي أنا بعتمد عليه إن أنا مثلاً عندي النهاردة أسقصة فيديوهين أسقصة بس مش منتاج كامل يعني فأنا هأسقص الفيديوهين النهاردة أو عندي تصوير أربع حلقات خلاص أنا ابي امان وهاسور الأربع حلقات ما فيهاش كلام إسلام م.. إذا؟ مدرية؟ مدرية؟ المهم يعني هو إسلام بتحب الميثولوجيا أكتر ولا الـ M.I.V.B؟ طبعاً هو فان لمحمود اسماعيل عشان يسئل سؤال زي ده أنا في صراحة بحب حاجة محمود اسماعيل بيعاملها يعني أنا قبل مشتغل مع محمود اسماعيل كنت بتفرج على المحتوى بتاعه بشكل مستمر يعني فإجابة على سؤالك أنا بحب بانتما يوسف عبدو طبعا سؤال عميق ومحتاج تفكير ولكن إحنا بنفشل يا إما لإن إحنا مش مخططين كويس يا إما لإن القدر مش عايز لنا الحاجة اللي إحنا فشلنا فيها دي يا إما إن إحنا استسلمنا بدري يا إما يعني مسعيناش بالشكل الكافي والمرضي اللي خلينا ننجح في الحاجة اللي إحنا فشلنا فيها ففي أسباب كتير جدا جدا والموضوع نسبي بشكل كبير علي أحمد عايش بين عايش في مصر محافظة المنقفية نيرمين بتقول أسامي روايات عربية فانتازية قوية زي أو تقرب من جط وملك الخواتم وبجد أتمنى تجاب على سؤالي أنت رشحت لي في كومنت قبل كده رواية واللي هتقوله في إجابة السؤال ده إن شاء الله هكراهم كلهم وده تحدي ده تحدي خطير طيب حاجة بتقرب من جط وملك الخواتم يا نيرمين صعب لأن أنا ما قرأتش حاجة في الجنرى دي قوي كده ولكن ممكن أبص كده في المكتبة ونشوف حاجة فانتازية تكون قوية أظن أظن إن رواية عزازيل كويسة جدا هي مش فانتازية قوي إن هي تاريخية وقريبة إلى حد كبير من الفانتازية في رواية برضو يعني مختلفة تماما تماما وهينزل الريفيو بتاعها قويب جدا جدا من الرواية اللي أنا حبيت جدا همال الريفيو بتاعتها وهي لينكم في البردو الرواية دي وراية أهي رواية قوية جدا 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 فيه إيه تاني برواية أم تلاوية المحو أه تلاوية المحو حلوة قوي تلاوية المحو فجميلة جدا ودي فانتازية جدا بس ما بتبنيش عالم يعني اللي هي ما فيهاش بقى وورلد وكائنات وحاجات ومملكة بتحارب مملكة لا هي فانتازية بتناقش فكرة معينة آآ فدول حلوين قوي طيب في سؤال طويل من محمد عزام وخلينا طيب ناخد السؤال بتاع ليزة نعمان بتقول برأيك هل الأرض مسطحة أم كراوية وإذا ممكن تنزل فيديو عن هذا الموضوع طيب هو ده من الحاجات اللي منتشرة طبعا والحاجات اللي بتجيب جدا جدا وبتجيب بقى تفاعل وحاجات زي كده بس أنا شايف أن الكلام فيها موش منطقي خلص يعني طيب الأرض مسطحة أنا هستفيدي طيب الأرض الكراوية طيب أنا هستفيدي يعني خلاص كده ماشي يا سيدي يعني الفريق بتاع الأرض الكراوية والفريق بتاع الأرض المسطحة آآ يا هذا الفريق الأرض الكراوية آآ أيوة يعني النقاش ده أو التوصل ده وصلني لإيه ولا أي حاجة غير أي حاجة في حياتي لأ لأن أنا كإنسان وإنت كإنسانة وإنت كإنسان دايما بنتعامل على سكيل صغير قوي احنا مش الناس اللي هي بتتعامل على سكيل كبير جدا يعني انت مثلا ما عندكش صناعة او مثلا تجارة معينة معتمدة على فكرة الارض القروية او الارض المسطحة هو كان فيه دوشة في الشارع ونسيت والله انا كنت بتكلم فيه يعني ايا كان الكلام اللي انا كنت بتكلم فيه من دقيقتين او ثلاثة ده فهو ال اول ده انا كنت عايز اقوله بعد دقيقتين من ثلاثة كنت عايز اقوله بلوقتي خشع سؤال اللي بعده سؤال من محمد عزام هل انت فكرت تكتب رواياه قبل كده ولو عدت تكتب هتكتب في ايه ولو كتبت اصلا مع نفسك كتبت في ايه لانا انا افكرتش خالص في الموضوع ده يعني افكرتش تماما ان انا اكتب رواياه لان انا شايف ان انا مش كفء لان انا اكتب عمل ادبي يشارك او يكون موجود في الصناعة وان هو يطبع حتى او يترجع لغوين وادمين ده مش في الوقت الحالي خالص 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 طيب اه لو تعرف المفروض ان الكاتب لما يبدأ الرواية المفروض يكتب لها دي برضو كلها التفاصيل انا مش عارفها وبرضو بالمناسبة مش غلط ان حد يكون بيراجع روايات يكون مش عارف ازاي الرواية بتلكتب عادي خالص انا باتعامل مع العمل الفني يعني مثلا مش لازم يكون واحد بفاهم في الاخراج جدا ومتخرج من معهد السينما عشان يقول الفيلم كان وحش ولا لا اه 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 وبيقول برضو ممكن تقول لي ايه اسباب نجاح جوت كرواية او مسلسل انا اظن ان جوت خدت شهرتها كمسلسل يعني اللي ان اوها ممكن يكون عمل ادبي ومبني على قصة حقيقية وبتاع او او ادبي مبني مسلسل او عمل فني مبني على رواية اه اه ولكن اه اظن ان الرواية ما كانتش مشهورة بالشكل ده قبل الفيلم ما اظنش ان هزا يهاري بوتر مثلا ممكن لو بحثت عن الموضوع اه مش عارف هاي مش عارف حلوة ومريحة كده للكل يعني وبس كده الزبوع العسئلة خلص وهنا حابب بقول بعض التنويهات على الفترة اللي جاية ان شاء الله هلنتزم معكم هنا على القناة بفيديو كل او حلقة كل يوم خميس كان فيه في الامكان ان احنا نعمل حلقة كمان مسندة للحلقة بتاعة يوم الخميس دي يوم اللي اتنين كان به زي ما احنا ممشيين يعني انما احنا نكتر في الحلقات قوي الفترة الجاية طبعا ده هيكون صعب لان احنا داخلين على عام دراسي جديد ان شاء الله يكون سعيد عشان نخلص من الكلية بتاعتنا دي فدعواتكم يعني واتمنى ان انتم تدعمونا بلايك تدعمونا على لو كنتوا قادرين على كده لو مش قادرين اهم حاجة تعملها لاي صانع محتوى هو كتير يدي له كتير فيعني دي حاجة مهمة جدا عايز تعمل للحلقة عايز تعمل للقناة طبعا هكون مبسوط جدا جدا عايزين نوصل لمية الف سبسكرايبر بقى ناخد الدرع بقى ونشوف هنحطه فين هنجيب له مكان بقى هنحطه فيه ولا ايه فيعني اتمنى كل ده يحصل منكم ولحد من الحلقة الجاية تيجي بس كده السلام عليكم